بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ورضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة سيدنا نوح عليه السلام وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى عن قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسر وتكلمنا عن هذه الأسماء وقلنا أنه هل هي أسماء لأشخاص أم أصنام ولها صور وتكلمنا عن صور هذه الأصنام وقلنا الراجح على أنه كما ورد في البخاري على أنها صور لأناس صالحين كانوا في ذلك الوقت وصور لهم الشيطان ذلك ما أخبر ابن عباس وتكلمنا عن مساء الكثيرة في الآية وما زلنا قد توعدنا أن نتكلم عن بعض الإشارات التي لم يكفن الوقت في ذلك الدرس أن نكمل فيها وقلنا أنه كما ذكر الإمام الرازي أن هذه الأصنام إن كانت قد طمست ودثرت بالطوفان فكيف يعني عبدت عند العرب وكيف خرجت للعرب مرة ثانية بأسمائها وتكلمنا عن تقسيمها عند القبائل أيضا وذكرنا كما قال الإمام الرازي قال ومن المستبعد أن يكون نوح عليه السلام حملها في السفينة لأن نوح عليه السلام إنما أرسل لإبعاد الناس عن عبادة الأصنام فكيف يكون يعني حمل هذه الأصنام في السفينة إذن يبقى السؤال هو كيف وصلت هذه الأصنام إلى العرب في الجزيرة ابتداء يعني قضية الأصنام هذه العلماء تكلموا فيها على أقوال أكثر المفسرين قالوا أنه قضية أنه الأصنام بعينها نفسها خرجت ويعني عفوا كانت نفس الأصنام كانت تعمل عند العرب بذواتها قالوا هذا مستبعد وإن كان هناك القرطب مثلا أورد قول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما جاء الطوفان فغمرت هذه بالطين والماء واختفت قال ثم أخرجها إبليس بعد ذلك أخرجها من داخل الأرض وألقاها وعلم بها الناس وأخذوها فعبدوها يعني هذا موجود أيضا قول منسوب لابن عباس ذكره القرطبي على أن الشيطان هو الذي أخرجها لمشركي العرب بعد أن غمرها الطوفان بقيت المفسرين حقيقة يعني الرازي القرطبي أبو السعود كثير من المفسرين من قاسمي بن عاشور من المتقدم المتأخرين قالوا على أنه الناس الذين نجوا مع نوح عليه السلام في السفينة كانوا يخبرون لأولادهم وأبنائهم عن قصة تلك الأصنام التي كانت تعبد من دون الله وكانت سببا في إغراق قوم نوح عليه السلام فما زالت هذه الأخبار تنتقل والعرب ما كان عندها إلا قضية اللسان والكلام والأشعار وغير ذلك فكانت تتناقل الأخبار وتهتم بتناقل الأخبار فنقلت هذه الأسماء إلى العرب ثم صوروا أصناما وسموها على أسماء تلك الأصنام التي كانت موجودة عند قوم نوح عليه السلام ولذلك يعني ما ورد أنه أول من أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي يعني كما أخبر النبي عليه السلام في حديث البخاري فيما أخرجه الإمام بخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام في الحديث الطويل الذي عندما رأى الجنة ورأى النار ثم رأى من ذلك من المرائي رأى عمرو بن لحي الخزاعي قال يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السواب وأورد الإمام بن حجر العسقلاني في فتح الباري عن ابن إسحاق أنه قال إكمالا لهذا الحديث قال فإنه أول من بدل دين إسماعيل عليه السلام فجعل الوصيلة والسائبة والحام وغير ذلك مما كانت تعريفه العرب وذكر الإمام الجرجاني في تفسيره درج الدرر على أنه كانت هذه الأصنام لما وزعت عند القبائل كان الشيطان يدخل فيها فكانوا يحتكمون عندها وكانت تتكلم معهم وهذا ليس بغريب ليس بغريب لأنه يعني كانت بعض الأشجار وبعض العبادات موجودة عند بعض قبائل العرب كما أرسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا خالد إلى هذه الشجرة التي ضربها فخرجت منها شيطانة من ثورة الشعر والحديث معروف لذلك كانت الشياطين تتكلم من هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها فكانوا يظنون أن الإله تعالى الله عن ذلك علوا كبير قد حل في هذه الأصنام وأنه يحكم بينهم فيما كانوا يختصمون به عند هذه الأصنام لذلك الراجح كما قلنا هو أن العرب تناقلت الأخبار عن هذه المسميات ثم جعلوا هذه الأسماء عندهم ولذلك نجد أنه عند العرب ما كان ما زال كان موجود يعني عبدو يغوث وعمر بن عفوا عبدود العامري وغير ذلك من الأسماء التي كانت يعني عبدود وعبد يغوث وغير ذلك من الأسماء التي كانت موجودة عند العرب فكانوا ما زالوا أنهم مرتبطين مع تلك الأصنام التي عهدتها العرب وعرفتها العرب نعم هذا فيما يتعلق بهذه الأصنام وكيفية وصولها إلى العرب وقلنا الراجح في ذلك على أنها توافق في الأسماء وأنهم تناقلوا هذه الأخبار عن أجدادهم وعن أقوامهم لأنهم حقيقة البشرية بدأت من نوح عليه السلام وكما كانوا يسمونه آدم الثاني وأن كما قال يعني ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فهذه الذرية هي من ذرية من جاء مع نوح عليه السلام والذين كانوا مع نوح هم الذين نقلوا للناس ونقلوا لأولادهم وأبنائهم وتناقل الناس فيما بعد عن هذه الأصنام وهذه الأسماء التي كانت موجودة عند قوم نوح بقي السؤال قالوا في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم والآية قالوا هل هذه الآية مخاطب بها العرب أم مخاطب بها قوم نوح عليه السلام ابن عباس والجمهور على أن الكلام لقوم نوح والحسن وغيره ذهب إلى أنه أيضا هذه كانت خطاب لقوم النبي عليه السلام أي كأنه هي جاءت تسلية لقلب النبي عليه السلام على الصبر أي كما صبر نوح عليه السلام هذا الصبر الطويل على قومه الذين كانوا يتواصون في الالتزام بهذه الآلهة وعدم تركها كذلك قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا يتواصون في الالتزام بهذه الآلهة وعدم تركها وكذلك لأن عبادة الأصنام حقيقة لم تكن قضية عبادة مستحدثة إنما تعد من أقدم العبادات التي عبد فيها غير الله سبحانه وتعالى على الأرض لذلك هذه العبادة قديمة عبادة الأصنام سواء كانت كواكب أو تماثيل أو غير ذلك من الأشياء فهي عبادة موجودة ولذلك يعني نلاحظ أنه النبي عليه السلام حذر كثيرا من قضية التماثيل ونلاحظ أنه في شريعتنا يختلف قضية تصوير التماثيل وغير ذلك عن الشرائع الأخرى يعني البعض يستدل مثلا أنه الله سبحانه وتعالى قال عن قصة سليمان عليه السلام أنه الشياطين كان يصنع له تماثيل ومحاريب وغير ذلك وجفان كالجواب وقدور الراسيات نقول نعم ما كان في شريعة سليمان عليه السلام ليس في شريعتنا فقد جاءت الشريعة واضحة في طمس التماثيل وغير ذلك التي تعبد من دون الله المقصود بذلك ما كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وإلا فالصحابة رضو الله تعالى عليهم لما فتحوا البلدان وجدوا هناك يعني تماثيل كثيرة لتماثيل الفراعنة في مصر وأيضا بعض التماثيل موجودة مثلا في العراق وغيره على من قال على أنه كان البعض منها موجودا والبعض قال أنها لم تكن إنما كانت مغطاة واكتشف عنها حديثا ويعني ولا ضير في المقصود لسنا الآن بصدد في التفصيل في ذلك وإن كان نقل ابن عشور عن الآلوسي قال وجدت فيه يعني قال مما نقل في تفسير الآلوسي ولم أجده أن الآلوسي قال سنة 1260 قال أخرج الإفرنج من مدينة الموصل بعض التماثيل التي تعود إلى ثلاثة آلاف سنة وهذا يعني يذكر فيه على أنه لا ضير أن تكون هذه التماثيل أخرجت أيضا التي كان يعبدها قوم نوح عليه السلام أخرجها العرف في ذلك الوقت أو أن الشيطان أخرجها لهم حتى وجدوها وجعلوها كما قلنا تسمية لآلهتهم جاءت الشريعة عندنا في إبعاد الناس عن هذا الأمر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر لما ابن القيم قال أول ما يعني تبدأ تلبيس الشيطان وحيل الشيطان في يعني بعث الناس أو دفع الناس إلى عبادة القبور ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن لا يجعل قبره يعني وثنا يعبد لأن ذلك لما فيه من الإضرار وفيه من المضرة الشديدة على عقيدة الأمة ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء كثيرة متعلقة بالقبور ولعنى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر لعنى الله اليهود ونصر اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد على الخلاف في مسألة السجود على القبور وما المقصود بالمساجد هذا موضوع ثاني ليست الآن بصدد الكلام عنه لكن في ذكر الحديث فنلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من كثير من الأمور التي تكون قد كانت شبهات وكانت مداخل للشيطان على الأقوام الماضية مما دفعتهم إلى مع مرور الأيام إلى عبادة هذه التماثيل وهذه الأصنام التي صوروها من دون الله سبحانه وتعالى ولذلك من من قال كما قلنا على الآية أنه أيضا كانت تسلي قلب النبي كما ذكرنا في أنه اصبر على قومك كما صبر نوح عليه السلام فإن التواصي على المعصية كان موجود في قوم نوح وموجود إلى الآن ولذلك عبادة الأصنام يعني تصوروا أن نوح عليه السلام يعني لما تكلم مع قومه والنبي لما تكلم مع قومه كانت عبادة الأصنام ما زالت جارية في جميع بني آدم يعني كثير من أبناء آدم بعد ما تناسلوا وتكاثروا وانتشروا في الأرض يعني كانت عبادة الأصنام موجودة والآن يعني لو نظرنا مثلا إلى الهند أو إلى بعض الدول شرق آسيا لو جدنا هناك عبادات كثيرة جدا عبادة الفأر والبقر وغير ذلك من الأشياء تعال الله عن ذلك علوة كبيرة والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام كما حذر نوح قومه من عبادة هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع ثم قال تعالى وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالَةً قالوا أنه هذه جملة إنما هي من كلام نوح عليه السلام أنه نوح قال وَقَدْ أَضَلُّوا وَكَأَنُّهُ يَسْأَلِ اللَّهِ سُمْحَانَهُ وَيَقُلْ يَا رَبْ هذه الأصنام قد أضلت كثيرا من الناس وَلَا تَزِدْ يَا رَبْ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالَةً وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَهُنَا جَاءَتْ وَقَدْ أَضَلُّوا على اعتبار أن الأمر مستمر كما ذكر أهل التفسير قالوا هي موجودة إلى الآن إلى الآن وفي وقتنا الحالي موجود عبادة الأصنام فَجَاءَتْ وَقَدْ أَضَلُّوا أي أن الضلال هم مستمر سواء كان في قوم نوح وسيستمر هذا أيضا إلى الأقوام الأخرى لو بقي الأمر على عبادة غير الله وَقَدْ أَضَلُوا الضلال حقيقة هنا نسب الضلال إلى من أو نسبة الضلال إلى من هل إلى الكافرين الكافرين أو الرؤساء والزعماء هم الذين أضلوا أم الأصنام هم الذين أضلوا فيها قولان في التفسير قول أنه الرؤساء والكبراء هم الذين أضلوا كثيرا من الناس وأضلوا الناس بما فتنوهم بين المال والولد والجاه وغير ذلك وفتنوهم بالقوة والتخويف والأمر بعبادة ما يعبد الآباء والأجداد فهذه فتنة أيضا عظيمة ونسبة الإضلال إلى الرؤساء هذه أيضا ممكن ظاهرة وأيضا قول آخر أيضا نقل عن ابن عباس وعن غيره أن الضلال هنا منسوب إلى الأصنام حتى أنه ورد في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يجعل حياة في تلك الأصنام فتكذب عبدتها لأن الأصنام هي أحجار والأحجار هي طاعة لله وإن من شيء إلا يسبح بحمده حتى وجود الأحجار ووجود هذه التماثيل والأصنام في النار ليس عقوبة للأحجار والأصنام لأنهم ليس بيدهم شيء لأن ما من جزئية في الكون إلا وتسبح لله سبحانه وتعالى يعني قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنما تتكلم هذه الأحجار والأصنام لتكذيبهم وتبكيتهم على أنهم ما طلبوا منهم هذا الأمر وما أمروهم بهذا إنما هذا كان من فعل الشيطان ومن تزيين أنفسهم على هذا الفعل السوء ولذلك يجعلهم الله معهم في النار إذلالا وتحقيرا لما عبدوههم وليس عقوبة للأحجار كما سأل رجل حسن البصري قال يعني وكان يتكلم حسن البصري كان يقول الشمس والقمر كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثوران مكوران في نار جهنم فقال الرجل وما ذنب الشمس والقمر يعني ما ذنب الشمس والقمر أن الله يجعلهم في النار فهذا الرجل يعني فهم المسألة على أنه دخول الشمس والقمر في النار أنه زيادة أو عقوبة لهما أو عذاب لهما نقول أيضا هذا ليس فهما صحيحا فالله سبحانه وتعالى أيضا جعل هناك ملائكة في النار وهل وجود الملائكة في النار هل عقوبة لهؤلاء الملائكة؟ لا إنما جعلها الله سبحانه وتعالى إنما يعني وجود هذه الشمس والقمر والأصنام وما كان يعبد من دون الله إنما هو لي بياني على أن الكافر أنه هذه الآلهة التي عبدت فما أغنت عنك فها هي معك في النار ها هي معك في النار لم تغني عنك شيء كما قال أم لهم آلهة يمنعونهم من دوننا أي أنه لم تكن هذه الآلهة تمنعكم من عقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى في إدخالكم النار قال وقد أظلوا كثيرا كثير من الناس ظلوا بسبب هذه العبادة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من التقرب إلى الشريعة بأي شيء يعني ربما يؤثر على قضية الشريعة في إحداث أمر هذا الإحداث ربما بعد مر الأيام ومر السنين سيتطور ويتغير وذاك قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لذلك النبي كان حريص عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على أن تحمى الشريعة من غير أن يكون هناك لا زيادة ولا نقصان لأنه أفضل شيء هو الاتباع نعم قال وقد أظلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالة هل هذا الدعاء يتناسب مع دعوة نوح عليه السلام إنما أرسل الله نوح عليه السلام إلى القوم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله ويبعدهم عن الضلال يعني الأنبياء لا شك أنهم جاءوا جاءوا لهداية البشر وإخراجهم من الضلال إلى الإيمان فكيف يكون سيدنا نوح عليه السلام يدعو الله يقول يا رب لا تزيد الظالمين إلا ظلال وهذا مخالف لدعوة نوح عليه السلام كما أيضا لو ذكرنا عن دعوة موسى عليه السلام عندما قال ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم كيف نفهم أن سيدنا موسى يقول يا رب فلا يؤمنوا وما أرسل موسى إلا لإيمانهم وكثيرا من الآيات التي جاءت في دعوة الأنبياء على أقوامهم يعني كيف يفهم أنه لا تزيد الظالمين إلا ظلاله أولا اختلف أهل التفسير في معنى الضلال ما هو الضلال المراد في هذه الآية فذهب محمد بن بحر الأصفهاني إلى قول أن الضلال هنا أراد الله سبحانه وتعالى بالضلال معنى آخر غير الضلال المعروف إنما أراد به العذاب وستشهد بقول الله تعالى عن الكاثرين في ضلال وسعر فهنا أي في عذاب وسعر فالضلال هنا جاء بمعنى العذاب أي لا تزيد الظالمين إلا عذابه فالضلال هنا على معنى العذاب ومنهم من قال الضلال على معنى الفتنة أي افتنهم يا رب بأموالهم وأولادهم لا تزيدهم إلا فتنة في أموالهم وأولادهم ومنهم من قال الضلال هنا المراد به الهلاك ومنهم من قال لا تزيدهم إلا هلاك ومنهم من قال الضلال المراد به الخسران ومنهم من حمل الضلال على الضلال الحقيقي فنرجع للسؤال مرة أخرى فنقول كيف جاز لنوح عليه السلام أن يدعو على قومه بزيادة الضلال وهذا ما أنكره الآلوسي وأنكره ابن عاشور وذكره غيرهم المفسرين القدامى ذكروا قالوا إنما دعا عليهم ذلك كما ذكر ذلك القرطبي ومن قبله الرازي قالوا إنما الدعاء بالضلال وزيادة الضلال على الكافرين إنما كان بعد أن أوحى الله إلى نوح عليه السلام كما في سورة هود حيث أوحى الله إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أي أنه يا نوح عليه السلام انتهى الأمر وقضي الأمر لن يؤمن لك أحد بعد هذا فبعد أن علم من الله أنه لا يؤمن أحد عند ذاك دعا على قومه فقال لا تزدهم إلا ظلال لأنه هنا كان الضلال موافقا لما علمه من الله أنهم لم يؤمنوا وكذلك في حال موسى عليه السلام عندما دعا موسى عليه السلام على قومه أنهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم لأنه موسى عليه السلام علم من الله أنه لا يؤمن أحد بعد من الأقباط في ذلك الوقت ولذلك على قوم فرعون فدعا عليهم بهذه الدعوة الشديدة أنه يطمس على أموالهم وجود على قلوبهم على أنهم هؤلاء قد كتب الله عليهم في علمه الهلاك وربما يعترض علينا معترض فيقول إن كان الأمر كما تقول فكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدعو على بعض المشركين نزل جبريل بقول الله ليس عليك هداهم عفوا في قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء إذن كيف نوفق في ذلك نقول نعم من علم الله منه الإيمان فيكون علم الله غالب وقدر الله غالب على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره فإذا تعارضت دعوة النبي مع قدر الله المسبق في أناس معينين فيأتي جبريل من الله سبحانه وتعالى لحل ذلك الإشكال وحل النزاع ببيان الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد قدر أن يكون من هؤلاء أهل الإيمان ولذلك نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الطائف لم يدعو على أهل الطائف لماذا؟ إنما دعا لهم لعلمه أو لما علمه الله أنه بما أوحى إليه أنه سيكون يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولذلك نلاحظ ثمرت هذا الأمر أنه لما ارتدت القبائل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نلاحظ أن الطائف لم ترتد ولم يحصل فيها شيء وكان هذا من بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في صبره عليهم ربما أيضا يسأل نساءل فيقول يعني ورد في سورة البقرة والسورة مدنية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون أي الكاثرين يا محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء سواء طلبت منهم الإيمان أو لم تطلب منهم الإيمان فإنهم لا يؤمنون إذن كيف أنه نجد أنه آلاف آمنوا في فتح مكة وقبل فتح مكة كثير من الناس آمنوا فكيف يكون هذا يعني إيمان هؤلاء على علم الآية على يعني قواعد الأصوليين أنها لا يؤمن أحد قال إن الذين كفروا سواء عليهم أم أنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون كأنه مشابه لقول الله لنوح إنه لي أم من قومك إلا من قد آمن قال الإمام الرازي قالوا قال هذه من دقائق من دقائق علم الأصول على أنه هذا من العام الذي أريد به خاص أي أنه الله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يعلمه بأسماء المنافقين وأسماء الكاثرين ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يظهر هذا الأمر لأحد فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن هناك من الناس من لن يؤمن لك فلان وفلان أبو لهب وأبو جهل والوليد المغيرة وغير من الأسماء التي أعلم الله بها النبي عليه الصلاة والسلام فهذه الآية وإن جاءت بصيغة العموم لكن أريد به هؤلاء ناس مخصوصون كأبي لهب وغيره هؤلاء هم الذين أريد بهم بقوله تعالى أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لذلك يعني يحل الإشكال في هذا ولذلك لكل نبي دعوة وكان الأنبياء يدعون على أقوامهم إذا جاءهم الخبر من الله سبحانه وتعالى أن القوم لن يؤمنوا وسنتكلم إن شاء الله عن تكملة هذه الآية إذا قدر الله لنا في الحلقة القادمة بعونه تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته